هاي منات اهلا بكم مهدا على الكنوة بتاعت كريستينا حنة واللي ما عرفنيش انا اسمي كريستينا حنة هنا على اليوتيوب بنعمل فيديوهات تجميل وفلوجات كل اللي نفسكو فيه يعني بنعمله على قد ما نقدر فيديو النهاردة كده حاجة كاجول كده في البيت بتاعي في الصالة انا لسه مصورة فيديو بعمل فيه درداشة معايك وبرده على اسئلة بس جالي فكرة تانية قلت اصورها طالما ايه انا حاسة عندي انرجي كده طاقة حلوة اجيئة واضحة عليكو كده مجانا فالنهاردة الفيديو انا من الفيديوهات من انواع الفيديوهات اللي بحب اتفرج عليها كتير اللي هو ايه البرودكس الهاي اند الديوب بتاعها اللي هو التقليد بتاعها بس في الدروغ ستور سو انا مجربة حاجات كتيره في الهاي اند نارز شانال ارماني نيميت جربت حاجات كتير جدا سو قلت النهاردة اجي اقعد معاك وقلوكو اللي جربته غالي والتي تقدر تلقوه في الدروغ ستور بسعر متوفر وحاجات تكون استعمالها حلو ليكم قبل ما نبتدي ما تنسوش ان تشجعكو للقناة مهم جدا هو ده اللي بيعايشها صوت كل بيعايشها فمتنسوش تسبولي لايكات تدوسوا على الزرار اللي تحت وتشتركوا معانا في القناة الفيديوهات جديدة كل اسبوع وفي الفيديوهات تسبولنا اقترحات فيديوهات ايه عايزين تشوفوها ودي كمان حاجة جديدة انا مجرباها على القناة بتاعتي اللي هو ديوبس اللي هو تقليد لو الفكرة دي عجبتكو وحسنتوا ان انتم مستريحين فيها قلولي عليها علشان اكمل فيها وانت عارفين انا محب اعمل سلسلة معينة من كل موضوع فممكن اعمل عليها سلسلة فما تنسوش لايك كومت سبسكراب يلا بينا بعد بنات قبل ما انتدي عايز اعلمكو حاجة مهمة جدا على المكياج وعلى شركات المكياج لازم تفهموا حاجة عندك مثلا شركة كبيرة عندك مثلا انت حاجة بتحبيها من عند ايف سين لوران او ارماني عايز اكوا تعرفوا ان معظم الشركات بيكون عندها كزا ماركة بيكون عندها الماركات اللي هي كبيرة والماركات اللي هي صغيرة مثلا عندك ايف سين لوران او ارماني وعندك لوريال على فكرة لوريال هو اللي ماسك ايف سين لوران هو اللي ماسك ارماني هو اللي ماسك اربان ديكي ففيه بجد يعني الشركات دي بتمقى كبيرة جدا وعندها كزا ماركة عايدي جدا انك تلاقي في مركة هاي اند مثلا زي ارماني حاجة حلوة جدا عندهم مثلا ارماني الاي شادوز حلوين جدا عندك نفس التقليد عند او لوريال بس اقل بسعر اقل ويشبه تماما 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 فعايزك يتعرفي انه مش عشان انت جبتي حاجة هاي اند يبا هي دي احسن حاجة او مفيش طريق تاني انك تجيبي حاجة زيها او عشان توصلي لنفس النتيجة فيه على طول طريقة حلوة انك توصلي لنفس النتيجة وطريقة تكون ارخص كمان خصوصا دلوقتي المكياج بقت يعني فاضية في نفس الوقت احب اقولك واحب احذرك ما تستريش ميكوب تقليد مش ميكوب تقليد يعني من قصدي من ارماني للوريال فيه مثلا هودا بيوتي عندها المكياج بتاعها فيه باليتات طالعة فيك كتير وفيه ناس بتشتريها بدات ما تشتروش الميكوب الفيك فيه حاجات وحشة جدا لبشرتك بتجيب السلطان بتجيب المرض الوحش وهو كده كده هو الميكوب فيه حاجة يعني مش كويسة بس الميكوب التقليد بيكون معمول في لابس مش نضاف بيكون اللابس دولا وسخين جدا بيكون بيحط فيهم اي حاجة اي كلام ومتكون يعني معظم اللابس دين مش متعقمة اصلا والناس بتعملها كده ساعات في بيوتها او في الحمام بتاعها فارجوكو يا بنات خلي بالكو غتشتروش ميكوب تقليد رخيص جدا هيبا وازلك بشرتك هيجيبلك مرض وحش وهيدفعك فلوس برضو بس انت لو دفعتي مثلا عشرة عشرة دلار او عشرة جنيه اكتر هتجيبي حاجة عيدة فلازم تكون الماركة اللي انت جايبها تكون ماركة معروفة زي لوريال ريميل ميبلين حاجة تكوني انت عارفة انها جاية من مانيفاكتر ميديفا ميديفا او حاجة يعني معروفة يعني الماركات دي يعني عالمية فالكواليتي كنترول يعني عندهم احسن بكتير اوكي واضمن بكتير فان مور تايم يعني بليز يا بنات ما تجبوش الميكوب اللي متقلد اللي هو زي بتاع اناستازيا اللي هو زي بتاع هودا بيوتي لو معكش تجيبي الحاجة الحقيقية في الف طريق انك تجيبي منتجات او حاجات تصلى عليك نفس المنظر بتاع الميكوب اوكي مش لازم يكون هودا بيوتي او لازم يكون اناستازيا او لازم يكون ميبلين او اف سان لوران في حاجات تانية في الدراج ستورز ممكن تستعمليها وبرضو يطلع الميكوب فلالس وشكلك حلو جدا سو تحزين عام يعني بليز ما تجبوش ميكوب بتقليد اوكي اوكي من اول حاجات اللي انا عايز اكلمكو عليها معلش هبص بس ساعات عشان معي التليفون كاتبة فيه الاسعار اوكي من اول حاجات اللي عايز اكلمكو عليها هو الفاونديشن دولا اوكي عندك الفاونديشن بتاع نارس اللي هو ناترال ريليان انت عارفيني استعملته ياما 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 على القناة فاونديشن خرافة تحفة لو معك فلوس هتيه الفاونديشن ده ما بيغلطش في حاجة طول اليوم بيفضل يعني بطريقة حلوة جدا جدا على بشرتك ما بيتكونش في المناطق اللي هي الخطوط الرفيعة ما بيزيتش بيبقى وانظره سو بيورفو الفاونديشن ده بس اوكي سعره غالي جدا بـ 63 دولار كنادي هنا فمش عارفة انا اندوكو بالسعر المصري او في اي دولة عربية مش عارفة السعر هيكون ايه بس اوكي غالي جدا فانا لوني مثلا في ده سرامبولي اما بارسلونا هم ده اساميل الالوان بس لقيت الديوب بتاعه اليوم بس اوكي بفع كويس جدا من عند NYX اللي هو can't stop won't stop full coverage it's such a beautiful foundation وهو الفاونديشن اللي احطها النهاردة ده ومريحي جدا full coverage بس خفيف على البشرة وبتستريحي فيه ولونه حلو جدا الماتشنج بتاعه حلو قوي وعجبني النيX ده ب18 دولار اهو عندك النارز ب63 دولار وعندك النيX ب18 دولار and it's just it does a good job يعني بيعمل شغل حلو جدا 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 فده اول ديوب حبيت اكلمكو عليه ده من الحاجات اللي هتحبوها اوي وبتهيالي هتكتبو لي عليها كمان انا اخدت الحاجات اللي انا بحبها جدا فاهمين فمن الحاجات اللي انا حبها اوي 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 وانتعارفين لان برضو اتكلمت عليها ياما 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 هو اتكازماريك سيسي كريم اللي هو شبك له كده اتكازماريك سيسي كريم سعره ب52 دولار كندي برضو very expensive يعني بس حلو جدا بموت فيه بس تعمله يوميا خصوصا وانا بشتعل I just love using it لانه مش بيزيد بيفضل شكله حلو فيه SPF 50 and it's just such a great product يعني بجد يعني love it الديوت بتاعه اللي لقيته الاقرب حاجة زيه يعني بس مش CC كريم حتى الباكيجين حتى هتلاقيه يشبه لبعض هو Maybelline Dream Urban Cover والSPF فيه برضو broad spectrum SPF 50 يعني فيه SPF sunblock يعني يحافظ على البشرة 50 وبردو حلو جدا بحس ان برضو لونه بيليء كويس جدا على البشرة فالفاوديشنت عن Maybelline تقداري تخرجي بيه كل يوم تقداري يعني مش بتحسي تقيل على البشرة يعني مريح جدا برضو في لبسه and just I really like it وبحسس انه ديوب perfect لهو CC كريم بتاع it cosmetic والكلور بتاعي في اسمه medium tan واللون بتاعي في الميبلين 220 natural beige هقولوك على الاسهار بقا فاحنا عارفين ان السيسي كريم ب 52 دولار بس الميبلين سعره 16 دولار يعني يا جماعة من 52 دولار ل 16 دولار هتدعو لي alright فده ديوب انا تعلمته على الانترنت يعني فانا كان عندي البلوش ده من عند نارس مشهور جدا اوكي والناس كلها بتتكلم عليه اسمه orgasm alright شايفينه اللي هو ده كده orgasm ده اتشهر جامد جدا لانه بيليء لناس كثيرة جدا للصمرة قوي للميديوم تان للأبيض منها وفيه كمان زي لمعة كده فبتديكي highlight كمان alright انا سمعت مرة ان احسن ديوب للنارس اللي هو ميلاني اوكي اللي هو ما اسمهم الكلكشن اسمها baked powder blush alright اول حاجة انا اردي كان عندي كان واحد منهم بس ما كنتش بستعملهم كنت يعني اصلا مش فتحيهم اوكي 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 انا ام شوفي ايه اوكي ملات بيجتة بلش عشان بس اقول لكم فرق السعر نارس سوپر أرجازم بلش 39 دولار وميلاني بيجتة بلش 8 دولار تمانية ذا البلش الذي انا حطى اليوم اوكي حاطيت اتنين بلش وهايلايت بس هو ذا البلش اللي انا حطى اليوم اوكي 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 أخلحت جدا تمانية دولار يستهل ويستهل هو مش نفس اللون بس فيه نفس اللون مش فكرة اسمه تمانية دولار وتسعة وتلاتين دولار يعني I think this is a really good dupe تقليل حلو جدا واللون اللي انا معي دلوقتي اسمه rose doro او نمرة 0-2 بس لو انت عايز نفس اللون بالضبط بتاع الorgasm انا بشوفوا يعني لونه زهري جامد علي انا احبش البلاشات اللي هي زهرية قوي بس رعايته نفس اللون فيه اللي هو اسمه dolci pink دولشي pink في ميلاني هيكون نفس الdupe ونفس اللون بتاع نارس orgasm فانا في البلاش ده يعني جبت اللون اللي هو more like nude حسيته احلى علي بس فيه اللون اللي هو اسمه dolci ده حلو جدا ديوب تاني عجبني قوي وفعلا يستهل ان احنا نتكلم عليه اللي هو الكنسيلر اللي انا برضه على طول بس عامله في فيديوهاتي واللي متابعني من زمان عارفين ان انا يعني اللي هو اسمه اللي هو اسمه نارس a radiant creamy concealer love it واللون بتاعي هنا اسمه medium dark 1.5 لان انا صمرة الكنسيلر ده بتسعة وثلاثين دولار اللون بتاعي هنا متين وعشرين sand sable اوكي فعلا فكرة الكنسيلر هو ده اللي انا مستعملها النهاردة الكنسيلر ده وانا في نور طبيعي مفيش اي نور مش طبيعي حواليه وانا مش في الستوديو انا عادة في الصالة ده انا عاني الشباك بتاعي وساعة عندي ساعة ستة بعد الظهر فانتو شايفين اللون بتاع الكنسيلر شكله حلو جدا منتع تانى حلو جدا و لازم أتكلم عليه لان اشعر ان في ناس كتيرا لاتتكلم عليه كفاية هو انا تكلمت عليها بلي كده بس انا حس ان انتو لازم تسمعوها مني تانى انا كلمتو كزى مره على الكنسيلر السنة اللي فاتت يعني كلمتو كزى مره على الكنسيلر التارت تيب شيب تارت تيرب شاب حبيته جدا واستعملت مود قوي 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 واجملتو جدا جبت منه بتاع 3 مرات وخلصته بس مشكلته انه هو مش موجود في كندا فكنت كل مره انا محتاجاه الكنسيلر تارت تيبشيب كنت بطلبه من امريكا يا اما اخلي القزم بتاعتي تجيبهولي جست ستش اماس غير كده هولوك بس على سعره علشان فسعني الكنسيلر بتاع تارت تيبشيب عنداني هنا في كندا بخمسة وثلاثين دولار كي كريزي اكسفنسيف كريزي اكسفنسيف على الكنسيلر فعلا غالي جدا عندك الالترناطف اللي هو من عند الف اللي هو اسمه طار اه ساري هايدرينت هايدرينت كامو كنسيلر ساتين فنش انا محب الساتين فنش حلو جدا عجبني اوي وبعشرة دولار عشرة دولار حتى الابليكيتور بتاعه وحتى من ناحية اللون يعني بسيتني جامد جدا كوريكشن بتاعته حلو قوي الهايلايت باردو بتاعته حلو قوي وبتهايلي عايز اروح اجيب الوان تاني عشان حتى عامل بيه كنتور وحاجات تانية وانا مش فاكرة قوي لوني ايه لان انا بس فلا انا من ناحية ان انا افتكر حاجة دي صعبة جدا بالنسبالي بنسى كل حاجة بس هدور على لوني وهسبهلكو هنا على الشاشة بقالي كم سنة يعني بستعمل جيل ايلاينر من عند ارماني بحبه جدا والمركة اسمه اي ان براو مايسترو ده زي يعني جيل ايلاينر اسود عادي اوكي احبت اي احبت ده واحد جديد عشان كده مش مستعمل قوي انا احبت بحب حاجات ارماني جدا بحس ان الارماني حاجتهم بحاجة جيدة يعني احبت حاجة تشبهله تماما 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 بس عشان افكرك بالسعر بس الجيل ايلاينر هنا بستة واربعين دولار انا عارفة مش عارفة انا بعمل ايه بالظبط في الحياة يعني بس مش المفروض اصرف بالطبيعة دي خصوصا الفيت ديوبس حلو جدا بس انا معمولة عشان كده عشان اجربه واجبلكو الارخص فالجيل ايلاينر ده بستة واربعين دولار اللي زايه بالظبط و يعني احسن منو اللي من عند ميبلين اللي اسمه لاستنج جراما جيل لينر و اللي عند ميبلين ده با حداشر دولار ونص و نص انا 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 اتعلم اذا انا بعتقد با حداشر دولار ونص حداشر دولار ونص حداشر دولار ونص هو اللي كسب فور شر لانه لانه جو جو جيد احبت لهذا جيل ايلاينر لانه ديوب كمان حلو جدا بيعتلي النهار من غير ميسيح وكمان عشان انا بحب اللي بتاع ارماني لي لانه اسود اسود like الايلينر خامق جدا عشان انا كمان صمرة فلما اجي حط حاجة صودة ساعد ايه بيكون الكنتراست مش قوي يعني انما ده لونه اسود حقيقي like carbon black you know great dupe اخر حاجة هكلمكو عليها هوا مش dupe 100% زي اللي انا وريته في الميكوب اوكي بس بحس انه قريب جدا و I just love it سو لمدة كبيرة انا كنت بستعمل الميا دي اللي هي bioderma اللي هي micellar water فاي ميا micellar water ممكن تنضافي بها الفورش بتاعت المكاج انا بحطها بس في علبة كده ازازة صغيرة بوش بوش وبعد كده يعني بستعمل عشان انا نضاف الفورش so I love bioderma like بحبي بايو ديرما جدا ومحب حاجتهم بس عشان اولوكم على السعر هنا bioderma micellar water AD بعشرين دولار فانا تجربتي مع bioderma حلوة وكويسة جدا بحبوا بمتاجاتهم قوي لان بشتعل معهم سنين وسنين وسنين يعني وعمر ما جبت حاجة من عند bioderma وما حبيتهاش وكنت بشري منه كتير لانه كمان حلو للبشرة الحساسة so this is a really good product بعشرين دولار عندك حاجة تشبيه له جامد جدا وبقالي اكتر من سنة عليه واكتشفته مرة بالغلط كده كنت قلت اوكي هجيبه عشان اتجربه and i loved it ومرة كلموني جارني وقالولي تعملي اعلان عليه وعملت فعلا اعلان عليه because كنت في ساعدي كتوريدي مجربة and i love it so جارني micellar water بتمانية دولار اوكي هي دي الفرق البسيط اللي في الاتنين دولار اللي بقولكو مش perfect match يعني انه ده في زيت ده من غير زيت بس انا عشان اشيري الميكوب احب ان حاجة البردكت بتاعي يكون فيها زيت لان الزيوت بتكسر الميكوب وبتهده بسرعة من غير ما تعود يتدعاكي في بشرة الجامد وفي نفس الحاجة مع الفرش بتاع المكياش بنضف كل فرش المكياش به بنضف وشي به وكل حاجة الفرق الوحيد في المنتج ده الفرق بينهم يعني انه بتاع جارني ريحته جامدة شوية انا اكره حاجة ريحتها جامدة يعني معناتها فيها كيميلكلز كتير وانا ما بحبش كده بتاع جارني I think it smells very very strong يعني لو كانوا عملوه من هالريحة يكون احسن بتهيق لي بتاع بايو ديرما مالوش ريحة خالص بس بتاع بايو ديرما مالوش ريحة خالص بس بحيروك جدا الفيديو بتاع النهاردة لمنتجات متوفرة باي لاغت المرة الجاية مع كريسينا حنا بايو